بين التكهنات والملموسات ها هو رئيس الحكومة محتار في مسك اي مقود من مقابض العملية السياسية المفاوضات قد لا تجدي نفعا في ظل محدودية الفرصة المتاحة وطبيعة حجمها المتغيرة اما الاطراف السياسية يشتد اشتغالها في العلن ويضطرب حراكها خلف الكواليس فاما الانقسام داخل الكتلة الواحدة والتماشي مع ارادة الحكومة واما الاجماع على تغيير البنية الحكومية برمتها هناك مبادرات مختلفة لتجبيع كتل نيابية او نواب من كتل نيابية مختلفة لتشكيل كتلة تطالب بالضغط على السيد العبادي من اجل الاسراء اولا بتشكيل حكومته المرتقبة خيارات التعديل اللخصها مراقبون بخروج دعاته من الكتل السياسية دون حصة وزارية دعما لحيادهم السياسية وهيبة اصطفافهم مع الجمهورة في وقت يكون تخلي رئيس الحكومة عن كتلته السياسية موقفا يعضد سيره الاصلاحية او ان يترك زمام الادارة الحكومية ويعتذر للشعب بعد مماطلة الشركاء وفضضة غزلهم السياسية الحوارات اولا ليست جدية بدرجة كبيرة جدا وربما الحوار حتى ينجح يحتاج الى طرفين من الواضح تماما ان كل طرف الان يعمل لمصلحته وحسب رؤيته عليه ان يقتضب من هذه الحوارات ويأخذ مواقف اما نعم او لا اذا ما حصل على نتيجة نعم فعليه ان يمضي واذا حصل على نتيجة لا يعلل للشعب ويدعو الى حكومة انقاذ او حكومة طوارئ ان ترمى كل الاوراق على الطاولة وتتفاوض الكتل السياسية بارادة حقيقية امر يدفع بقارب الاصلاح نحو شاطئ الامان ويقي من دوامة المستقبل المجهولة بحسب المتابعين او ان الخيار الاخر هو دخول جهات خارجية على خط الازمة وتضيع البلاد بين تجاذبات الداخل والخارج طيران بجناح واحد وازمة تتأرجح في مدار محدود هكذا هو التعديل الوزاري المرتقب بعد ان دخل دوامة الاشتغال بين الكتل السياسية من بغداد حسين احمد قناة بلادي